بسم الآياب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين هنتكلم النهاردة على أم النور العدرة مريم وهنتكلم عن فضيلة الاحتمال الست العدرة هي أكتر إنسانة اتطوبت وهي أكتر إنسانة اتطوبت لأنها أكتر إنسانة تقلمت واحتملت من وهي صغيرة اتندرت للهيكل ونقدر نقول إنه ندر ممكن ما يكونش صح يعني هي ما كانش ليها رأي هي تولدت لقيت نفسها معمول لها ندر إنها تروح الهيكل لكنها قبلت واحتملت وعاشت طفلة صغيرة في الهيكل من غير أب وأم ومين اللي بيرعاها في الهيكل المفروض اللي كانوا موجودين ساعتها كانوا كتبا والفرسيين والكهنة من عينة الناس اللي كان السيد المسيح بيقولهم ويلون لكم ويا ما وبخهم على قلوبهم الأسيا مين كان بيهتم بأكلها أو بشربها مين كان بيخش يغطيها والدنيا بارد قاعدة في الهيكل وشغلها إيه جوه الهيكل؟ شغلها تنظف الهيكل وتلم البوائي بتاعت الزبايح عشان تشيلهم على رأسها في قفة وتروح ترميهم في وادي اسموادي جهنون بعيدة عن الهيكل تلات أربع مرات في اليوم ولما ترجع تنظف وتخش تنمع بقية البنات دي كتحاية الست العدر لكنها كانت مواصبة على الإنجيل والقراية وبان جدا من تسبحتها مع ألي صباط إنها مزكرة وحفظة تسبحت حنة في العهد القديم ومزكرة وحفظة مزامير داود اللي يعتبر جدها بالجسد لكن فين داود دا كان ملك والست العدرة خدامة في الهيكل ست العدرة جالها وقت وكبرت وطالما وصلت لسن النساء خلاص ما ينفعش تقعد في الهيكل لازم تطلع من الهيكل دورولها على راجل كبير عشان تعيش خدامة ليه برضو راحت وخدمة يوسف النجار وهي بتحتمل وبعدين سمعت عن ألي صباط الحامل الستة الكبيرة مرات أبونا وهي كانت بتخدم الهيكل بأبونا بمرات أبونا مرات أبونا تعبانة وحامل وسكنة عند المرتفعات في الجبال وماشي تمشي مسافة طويلة تطلع على الجبال تروح لألي صباط تخدمها مع أن هي كمان حامل وحامل في رب المجد ربنا يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد ستة العدرة تحكمل مسيرتها في التحمل والاحتمال بالألم وترجع الستة العدرة لبيت يوسف وتبتدي بطنها تجبر شوية بشوية ويوسف وكل الشعب يبص لها دي جات كده إزاي إيه اللي حصل لها جاه الطفل اللي جوا بطنها ده منين ده يوسف النجار احنا عارفين شيخ كبير قديس ومخطوبة ليه هو يسطر عليها لكن بقية الشعب يفضل لغاية ما سيد المسيح كبير وقاب يوعزهم يقولوله مرة نحن نعلم أننا أولاد إبراهيم ونعلم من أين أتينا أما أنت فلا نعلم من أين أتيت قد تكون تحمل معنى إن احنا ما نعرف لكش أب بحقيقة ستة العدرة تسمع الكلمتين دول وتقول يعني هما بيقولوا علي إيه وتحتمل سيد المسيح يبتدي يبشر ويخدم واليهود ما بيحبهوش وتسمع بودنها مؤامرات عليه والناس عايزة تتخلص منه ويوصل لها خبر إن كذا مرة يبقوا عايزين يمسكوا حجارة ويرجموه وستة العدرة تحتمل مهو زمان كانت هربانة أصلا من هيرودس وجات مصر ماشية رجب أحمار مع يوسف النجار وشايلة طفلها يسوع وهربت ثلاث سنين ونص من وجه هيرودس وهي تعتبر طفلة أو تعتبر شابة صغيرة حمل إنها تشيل طفل وتخدم راجل عجوز وتهرب كمان لمصر من وجه هيرودس ترجع تلاقي اليهود مستنين عايزين يرجموا ابنها وكأنها عايزة تقول له طب لغاية إمتى مش تبين بقى مجدك مش توقف اليهود دول عند حدهم لكنها تحتمل وكأن ربنا يسوع المسيح أكيد صبرها وقال لها أنت عارفة أنا جاي عشان إيه وعارفة إن أنا نهايتي هتكون الصليب إجمد يا أمي ويجي اليوم فعلا من الست العدرة تشوف ربنا يسوع المسيح رايح يتصلب وكل الناس اللي هو شفاهم دول بيقولوا أصلبه وكأنها عايزة تقفل لهم بقوهم ومش عارفة تشوفوا شايل الصليب وبيقع تحت الصليب وتجري عليه زي ما شفناها في مشهد في الفيلم بتاع ألام المسيح وقع لأن قلبها وجعها أنا كنت فاكره مشهد في المسلسل أو مشهد في فيلم لكن طلع إن في كنيسة فعلا في قرشالين باسم السيد العدرة إزاي في المكان ده جرت على السيد المسيح تلحقه بعد ما وقع تحت الصليب وتبنى هناك كنيسة فعلا بهذا الاسم ومعمول عليه نحت سيد العدرة بتطمت جراحات المسيح وهو تحت الصليب مش بس كده ده الكنيسة بتاعتنا تقول لنا على لسنها إنها تحت الصليب قالت أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبك أو صلبوتك اللي انت صابر عليه يا ابني وإلهي وتكمل المسيرة العالم كله يشوف ابنها مصلوب لكن العالم كله ما يبقاش مؤمن إنه آمن وكانها عايزة تقول لك كل ده آمن ده إلهي وإلهكم لكن اللي آمن عدد قليل شوية شوية المسيحية تنتشر لكن هي تكون وصلت لآخر أيامها وياريت عند آخر أيامها الناس عرفت قدستها اليهود لما جوم التلاميذ ياخدوا جسدها في الصندوق ويروحين يدفنوها واحد من اليهود تجرأ وميس كفاس وراح يكسر التابوت لولا دي وقفت ورجعت بصلاوات الأباء التلاميذ لكن لغاية آخر وقت وهي محتملة وأقول إيه ما هو الحد دلوقتي في ناس تنكر قدستها وتقول يعني مين العدرة قديسة عادية أو واحدة عادية عبارة عن علبة خدنا منها الجوهرة والعلبة ملهاش لزمة أم النور اتطوبت أكتر واحدة لأنها احتملت أكتر واحدة ومازالت تشفع عن كل بني البشر وحسب كل ألمهم لأن هي عدت في هذه الألم واكتزاتها تشفع قدام عرش المسيح اللي كبرها وأعطاها كرامة فوق كل كرامة ربنا ينفعنا بصلاوات أمنا أم النور العدرة مريم ويعلمنا منها فضيلة الاحتمال يلا نسأل نفسنا لو كنا عايزين نطوب يا طارق إحنا احتملنا مش لازم نتقال درجة العدرة بس عايزين نقول للسيد المسيح يوم من قابله على السحاب إحنا احتملنا من أجلك ولو شيء